موسيقى مرحبا بين الغناء والتلحين والصحافي تنقل ضيفنا بكل شغف وحب وقدم موهبته للجمهور من خلال أغنيات ومقالات بتشبهه وبتشبه شخصيته ويرصيده كتير من المقالات وعدد من الأغنيات كان أخيرا أغنية أمورة يلي عم تسمعوها عبر هو الصوت لبنان ضيفنا جورج عبدو جورج أبو عبدو اللي شرفنا بستوديوهات صوت لبنان فهو موجود لنحكي نحن وهي عن عمله جديد وعن أشياتين خاصة بالفن والإعلام والصحف جورج أبو عبدو أهلا وسهلا فيك بصوت لبنان منزور شرف لقلي ومبروك استوديو جديد وصارت أونلاين تيفي وهذا شيء كتير أول مرة بتشرفنا هون هون أول مرة فينا نقول لك اللي عم تابعونا يسمعونا ويشوفونا فيكم تابعونا بالصوت والصورة عبر video.me وعلى صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي Voice of Lebanon 100.5 جورج أبو عبدو عم بتتابع مسيرتك الفنية الإعلامية الصحافية بشغف ومبعرف عندك عندك خرص على أنك عم تطلع السلم درجة درجة على مهلك سريع عم تتقنى شو الخطة مبعرفة المكولي السلم درجة يعني هادي بتنقارنا كل حد عم يطلع اي بس ناسي أمر السلم صراحة أنا ناسي أمر السلم يعني ما عم فكر به المنحة صراحة أنا عم فكر أنه الأشياء هيك اللي بتستهويني واشياء بقى عملها ممكن بس ولكن يعني عندي حب للحياة هادي بأول شيء وعندي حب أنه ما يطلع نهار ما يطلع تضوع لي بيوم ما يكون عم بعمل أشياء جديدة وابتكر أشياء جديدة ما بدي هيك منوتون كل يوم مثل بعضه هالحياة أصيري صراحة كتير أصيري فواحد إذا في عبية بأشياء بيحبها ليش لا أدمن فتكرة طويلة تطلع بغمضة عام هي كتير ما ممن أن يقنس الناس بس ولكن هي هيدا الحقيقة قدمت عدد من الأغنيات لكي قلبي كزابي دوبي وبقلك وغيرها وهلأ الختام أمورة 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 صراحة عم بعمل خلال عملي الصحافي يعني عم بعمل انترفيو مع المايسترو عبدو منزر مايسترو كبير وكلنا بنعرفه يعني وعندي هيك شغف أني أعمل له انترفيو عن تاريخه عن كذا طلعتها الغنية لا مش أنه طلعت الغنية هي ستوري ومهضومة يعني عملنا الانترفيو وغيرها بالمقابة اللي ورد هو عم بيحكيني عم سجله قال لي أنا لبناني وشايف حالي ولكن غنيت أمورة باللهجة المصرية هاي دي أم تقايا عام بالـ 88 89 هو غنيها كانت أغنيته بلا هي غني مشددة هلا ما أخدت ولا أعطيت أم كبس اللي هوني عن الميكسر يعني كنا بستوديو طبعوله قال لي في عنا بدي سمعك شي أنت عم تعمل تجارب كنت عامل ويب ألك وغيرهم وغيرهم وعملت فيك وكانوا مهضومين يعني قال لي حاسمعك شي سمعني مطلع أغني كتير عجبني تعرف المايسترو يعني وقته بيشتغل عم يشتغل توزيع عبدو مونزا منك شافد أوركاستر عم يشتغل لك هيك قال لي هايدي شو رأيك أنت حسك هيك بتحب الفن وجوك قريب عجوي يعني أنه فعلا لأنه نحنا منتعاد أنه نحنا نحنا أولاد أرد وولاد مجتمع ولبنانية يعني منشبه بعضنا شي طبيعي هيدا ومنحب الكلمة اللبنانية عجبتني كتير الأغنية وكذا بلشت أنا فيها قلت له اي اوكي غابت العملية شهر زمين رجعت تلعت من بعدها اي شو كذا كانت نزلت مقابلت وغيرا وغيرا طلعنا على استوديو بلشتسجل بهديك يلي غير أمورة ما حقول عن الأسامي وكذا هيدا شيء بريفاي يعني المهم شوية صغيري رجعنا قلنا لا ما حلا أنه صيفية وفراش أنا ما بدي فقط بالكلاسيك وجاي الصيفية كلاسيك خليها للشتوية فأدفنا هذه الأغنية للشتوية وفتنا قال لي شو رأيك بمثلا حمفرجيك أغنيات صيفية فتنا هيك بالأغنيات رجعنا طلبنا أرشيف أغنية أمورة لأنه عجبني الهنك طبعا وكيف متغني وأنا بحب الالديس قلت له بدي هاي قال لي شو عم تحكي يلا لنشوف وين عقايا راديو موجودة ولا لينها على راديو صوت النجوم بفتكر أو شي بعطولنا هي القديمة صرت اسمع القديمة قلت له بدي إيها هي زادة حد طلي صود هي حلوة هي كتير حلوة القديمة روعة وحتى توزيعة مادرن يعني لك من أي أيام فيها هتس وشغلي شغلي يعني ويقلنا له يلا بنعمل لك قال لي لا بنعمل لك توزيعة جديدة بالبقى لك يعني والنتيج وفتنا فيها صرت وزعها يعني هو يوزع وانا ويعني حده يعني صرت تطلع هيك الغنية بتشبهني شوية أكتر وغنيتها والحمد لله ليك مهدومة كتير دندن تشي مرة يعني دندن ترن تحت تشي مرة يا خي أول شي ما حسيت أنه أنا بديفوت بالمصري يعني وما حسيت أنه أنا كتير يعني بتشبهني الأغني وكذا ولكن في أشياء بتاخد قرار فيها مش ضروري مية بالمية تكون أنت يعني مش غلط أنك تاخد قرارات أو تاخد رأي غيرك ونسي تفهم بالفن قدمت بطريقة حلوة وقدمنيها بطريقة مهدومة كونه أنه الكارك ورندحنا إيها هلأ بطريقة مهدومة ما بعرف إذا بتطلعها مهدومة أنا كناصدي رندحنا إيها هلأ لا 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 غنات مصري وبدأت رندحنا هلأ هي بالكلمات طب أقول في ناس يقولولي مثلا أمورة ما بيقولوها بمصر في ناس يقولولي أمورة لا اللي لا يا خي يفوتوا على الجوجل أمورة حلوة بتتغندر أمورة لون شعر أشعر أمورة ما بتتكلم شلم تتكلم صوتها سكر أمورة أمورة وهكي وفتنا فيها سبانش جيتار وفتنا فيها كذا لا حلوة جوج اللي بدي إيلاك أو اللي بدي إسهل أو اللي بدي إحكي معك بتعتبر اللي عم تعمله ترفيه سقافة فن تسلي مسيحة هيك مسيحة حرة مسيحة حرة هي هيك تنفيس يعني لبنان اليوم نحن بنعرف الوضع تمشي بالليل بترجع من شغلك ما فيه ولا لمبة على الطريق سواد سواد معطم على قلوب ولا تونيل مدوغ فعلا يعني هالسواد إنه إلا ما أنت تعمل شغلة شوية تخفف عنك يعني أمور الحياة وصعوبة الحياة كلنا عم نعني مش وقت نحكيهم يعني يعني بدا أنا بقول بدا وإذا أنا قادر رفع عن حالي بشي أنا بحبه بقول لاش لا أنت عم تعمل فن لأنك بتحب الفن فعلا أنا ما تنسى أنا الباكراوند إخراجي ما أنا مخرج كذا فيديو كليبه كذا يعني يعني كلها فيتي ببعضها هالأمور عندي وما أجي ما خلقت بالصدفي يعني ما أنا وليدت الصدفي هايدي الفكرة وعم تغني مش بهدف أنك يعني بتعمل حفلة بدك تعمل حفلة بلا وبدك تنشير اللي بيصير يصير بس عم تعمل شيء أنت الموت مزاجك بيحبه اي يعني مثلا تكون سيء بالسيارة أو عم بكتب أو شو عم بعمل بيطلع معي كلمات أغنية بحب هيك رندحن أنا وسيء وأنا وماشي ويمكن يومية أو مثلا يوم تكتب وبتلحن وبكتب وبتلحن فبيطلعوا معي فالأغنيات السابقة كلهم من كاتباتي وألحاني صح ولكن حبيت تغير لأنه لتلل لك الماسترو بيشبهني وأنا بيشبهه فحبينا حبيت التنويع بين مجموعة أغنيات أنت كنت الماسترو حالك فيهم ماسترو حالك لحالك فيهم هالمرة طلعت على جو تاني حبيت لأنه تغيير حلو تغيير حلو أنا بهمني كتير أراء الناس بداية بيجوا بيقولوا لك مثلا فيك تعرف أنت الناس أزواء اليوم مش حلوة فيه ناس بيقول لك ما بتلبقلك فيه ناس بيقول لك حلوة ناس بيقولوا كتير فراش يعني فعلا هوللد كذا أصدقاء الفنانين حتى ناس بيقولوا مش نقصنا بعض هذا يغني عد دني أزواء بنتيجة بس ولكن فيه ستاندر أنا مش ودي على السافي وكلنا متفقين على هالموضوع دفت علي بس ولكن اليوم كل الناس فيه يتغني يصار الفن متاح للجميع ومش غلط إنه الجميع يغني وبالنتيجة هالمستمع والمطالكي هو عليه قرر أنا بلا بقول غلط لك اللي يغني ما بوافق هذا الرأي ليش ليش إذا اللي عنده عنده حد قدم الصوت عنده إمكانيات معينة عنده شي لازم يقدمه وليل يزم يقدمه بينما حيال لحده يجل يغني مثل ما حيال لحده لازم يفوت على الإعلام مثل ما حيال لحده لازم يقدم برامج مثل ما حيال لحده لازم يمسل بس اليوم لقلك شو يعني اليوم شو الضوابت اللي فيك تفرضها هي ما فيه دوابت ما فيك تفرض دوابت على المواضيع هدي يعني بكل الكتاعات اليوم صار فيك تفوت على البداك لأنه صارت سهلة مش للأسف بالعكس يا خي عيشة مثل ما هي للأمور وخلي الناس تحدد شو بدا يعني اليوم عندك كم هائل وعندك السوشيال ميديا وعندك هال ما هي هايلي يوتيوب هايلي يوتيوب اللي كل حدا طب ما عصرنا هاك كل حدا انا اذا هلا انا بغني بنزل على اليوتيوب بعدها بقلي وينك اي وانا ما فيه اشتع من الصوتي بالغناء طيب اذا انا بغني ممكن يكون بصوتك فيه كاركتر وممكن هالا الكاركتر يحبون شريحة معينة من الناس انه ليش انتبه الموهبة منا بالصوت فقط يمكن بالهضامة بالصوت يمكن تعمل رأسك هيك الناس تحبه ليش انت بتعرف شو ياللي بيضرب معك وما بيضرب معك بالعكس انا برأيي كل انسان يطمح ويطلق العنان لنفسه بس يطلقى صدقني فيه مطلقه قبل من زمان ليش يا خيلي من زمان كانوا محصورين الفنانين بفلان وفلان وفلان تقول اف هيدا كان فيه رقابة وكان فيه نقابة وكان فيه لجنة وكان فيه وكلهم بس ما كان فيه اعلام ما كان فيه سوشال ميديا الاعلام الحديث ما كان فيه سوشال ميديا وتطور مثل عم نعيشو هلأ بالعكس هلأ صارت الناس اريحوا احسن افتح التيك توك افتحه شوف المواهب ولا اسخف من هيك يا خي ايه بس شوف المواهب تيك توك في اسخف منه طيب رأيك وفيه قراءتين بتقول مثلا شو مهضوم وشو بيسلينا سبتخيالك انا ما بتخيالك على التيك توك عم بتشوف عم تعمل الاشياء اللي عم تنعمل انا ما عارف شخصيطك اي مية انت بتعرفني ونحنا عم نحكي بستاندرد معين عم نحكي بالمكان انه نحنا ما عم نحكي بالعربي الدرج انه جلجة متل ما بيقول نحنا ما عم نحكي بهالإطار بس ولكن هالدنيا للكل وبتساعل كل وفيه من كل شي وما نتقبل كل شي ومنطأكل قلبك كبير يا جور طمع من الاعلام انطلقت للغناء يعني مش مش اول شي غنزل عجزات للعلام مخرج صحافي بندق الوطن بتعمل تقارير مش بس ارتكليات مكتوبة يعني بتعمل ربورتاجات بتعمل لها اخراج وهيدي الحالي يعني ما بعرف يعني انا شفت وهذا كان قبل مش موجود هذا الشي يعني ما حدا بينزل بيعمل وبرجع بيكتبه وبفرغه وبتنزل بالجريد وغير وغير وهذا هذا مش موجود باللبنان صراحة بتعرف كيف لانه اللبناني ما عنده الهمة ليعمل كذا مهام ما بيحبه هايدي الوظيفة ولكن انا ليش حبيتها انا ابن قرضو مخرج بنزل بسور بأخرج بعمل بكتب التاكست بعمل الأمور كلها الاخراجي ساعدني بالصحافة وقلت يا خي ليش ما بصورها هيك هيك عم نعملها وصورها عبتها من الاخراج فهيدي الكمبينيشن يعني فاتوا ببعضهم اذا بدك وهون اكيد طبعا مش مني انا بوجه تحية لرئيس تحرير الاستاذ بشارة شربل اللي هو بيدعم الاشياء الجديدة والاخكار الجديدة وبحب يفتح مجال للناس وفعلا انا كانت ع اساس مخرج صانع محتوى بنداء الوطن من مخرج صانع محتوى صرت صحافة وعم بيقلي على امور معينة وفتح لي مجال وكمان تحية لمديرة التحرير السابقة جولي مراد كانت بنداء الوطن اللي هي يضوت له قالت له جورج انه عم بيروح بيعمل مقابلة مع الناس ع اساس فيديو عم بيسألون عم بيحويرون بشكل جيد عم بيحبوه عم بيكونوا مرتاحين معو فهولي شغلتين يعني يعني هالشخصين اذا بدك عطوني هالفرصة وعطوني هالدعم وفعلا كتر خيرهم اللي بحسك بتروح شوية اكتر للسقافة يعني ما بشوفها بتكتب سياسي ما بقرالك اشياء سياسية بتروح اكتر للسقافة والله لخبرك ليش اللي هي السياسة استيبل عنا يعني برأيك هبأينا وراء التغيير 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 طيب عم نشوف التغيير وما شفنا التغيير انا غير مقتنع بالاداء السياسي في لبنان بكل الفئات مين ما كان يكون انا غير مقتنع وغير مؤمن كمان انه في حدا ممكن يوصلنا لبر الامن فيه ما بتفهم من هنا من هون بلشنا الثقافة انه كوني انا بقرأ وبكتوب يعني هيدا جونا والفن نوع من الثقافة والميوزيك طيب الميوزيك وفن اركة انواع الثقافة اذا بدك بالثقافة اللي حبايت اول شي في عندك عرض غالوري ورسامين وناس مبدعين هون بتشوفهم كل يوم في عندك ندوات واشياء ما بتغطو كل يوم في عندك في عندك في عندك بالثقافة اليوم مش متل السياسي تروح عن فلين روح عن فلين بعدين عالم واسه بتتعرف عن ناس اكتر و بتلاقي حالك اكتر كل يوم شي وكل يوم في تغير بكرة عندك مهرجين هون واليوم ايفنت هون وما بعرف شو فلم فستفل وغيره وغيره و بس تفوت بهيدا المدمار اذا بدك بتلاقي انه مش معقول شو عم بيصير اشي باللبنان ونحنا ما بنعرفها يعني اليوم ثلاثة ربيع الشعب اللبناني مثلا بينتقاد السفارة الفلانية والسفارة الفلانية انه شو عم بيعملوا شو عم بيعملوا وترفضت بدومان السقافة شفت شو عم بيعملوا المعارض مش معقول شو عم بيعملوا المؤتمرات فعلا بس يمكن ما في تغطي اعلامية كافية بعد لقدام حتصير طبعا شوى شوى يعني هني عم بيطوروا الجسم الاعلامي تعبوا لهم السفارات لنقول عم بتشوف انه فعلا في تنمي وفي اعطاء طوش كتير قوي للجيل الجديد والشباب الجديد ان كانوا فنانين رسامين فنانين تشكليين شو ما كان ميوسيشون عم بيعملوا فيوجون بين بره وهون عم بيجيبوا موسيقيين من بره يعني ورسامين وغيره ما تتخيل شو في أمور بالبلد كيف بتشوف حركة البلد بعد 2019 لليوم وولا لك كورونا وضايق اقتصادية ومالية وقصص بلشت الحركة بلشت الحركة بلشت الحركة ترجع شوية شوية بحياتي ما فهمتو لهالبلد بالحرب او كان بالسلم ولحد دي هالا هولها الامور ياللي عاشتم فيه ما فهمتو كل عمره اللبناني بناء وكل عمره اللبناني فول ونحن كلنا بنسأل حالنا نفس السؤال دخلك شو فيه اليوم ليش هالعزقة جورج غريب اللي بنققوا على تويتر اللي بنققوا على تويتر بتغريدات نا 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 بتشوفهم على الانستغرام وبتشوفهم بأحسن مطاعم الليالي اي عامرة يعني اليوم بدك تاكل ساندويتش اقل اموره يعني بتمرو عند ملك تطوق فولين فولين بتمرو عند المطاعم اللي تقلي فول طب يا خي هاللبناني عم ينحي على ربطة الخبز وكذا بتلاقيه بالمطاعم تاني يوم يا هلأ انت وفيني المروق على الدار التجارية ايه شو تعمل اعلانات شو طي شو اعلانات سوري يعني عم نعمل اعلانات بس انه انا بحب احكي يوميات يعني لاني بحب احكي الاسس اللي بتصدفني بيومياتي نحن عم نعيش كل يوم اهالأرض وهيدا الواقع تبعنا ولكن واقع تبعنا بتقولها الناس يا من وين عم بتجيب مصاري فعلا من وين عم بتجيب مصاري خيال العالم شو تانكت البنزين 700 800 الف ما بعرف انه وربطة الخبز عم تغلى يوم عن يوم طيب من وين هم بتجيب طيب انا شاب اعزى باوقات ويصير بحس انه خلاص بقى اقرفنا يعني انا مبارع على الصبت صراحة بالمول بالسوق بدك تشتري صبات حقه 100 دولار و130 دولار عرفات قال شو بيسعر لكي يعني بيقلك 5 مليون انه لا يرايحك نفسيا خلاص يعني تعبنا يعني هادي هي هادي هي هادي هو لبنان اذا بدك على كل حال موعودين بصافية حلوة يعني غير امورة اذا بدك تجي كذا امورة اي عندك شي جديد تعملوا هاك عندك خطة حفلات او مهرجانات او مهرجانات هي بتتأرجح انه اعمل حفلة لما تطلع لايق او ما اعمل حفلة كما انه وعملت فيديو كليب كمان يعني بس هلا عم بستنى شوية لتنزيله كمان انت مين عمل اخراج الكليب لا طبعا انه انا الاخراج واكيد يعني في الستاف طبعولي يلي ساعدني بوجه لانطحية لسيمو أسيس سعيد فراح على الكاميرا وغيرهم وغيرهم اللي عقيقي الاندرجراود فيستا اللي عقيقي كتير سلامت لقلك اللي عقيقي فلا فيه الحمد الله ان شاء الله ما كونسيت حدا واكيد المايسترو عبدو منزريا اللي مرافقني بكل هالأمور هايدي الكليب لي ما نزل طيب وصديقي جورج يونس لي ما نزل بعد لانه ياخي شو بدي اقولك طرع علينا حالة حادث وفاة مرت عمي صح الله يرحمه كنا عنا ويقبل المستشفى يوم متى والدتك بالمستشفى وقررنا بركة منطلع هالحلقة من المستشفى تتذكر فاتأخرت الامور الفنية لانه بتحمل تتأخر ولكن هايدي الامور اللي بتطرع عليك بحياتك هاي شغلي بتنكسر وما بتتعود صحيح الله يرحم الموتى على قد ما فيه متطلبات بعالم الفن فيه متطلبات بعالم الصحافة والإعلام ولا اي اهيان من التاني والله ممكن هلا كوني ماشي بهايدا اللاين حد بعضهم لانه التيابي يلي بشتريهم لهون تلبسهم هون والسيارة يلي عم سوءه هون بس فيه ستاندرد طبيعي يعني حسب انت شو بدك يعني اليوم انت بالإعلام فيك تدال بالتيشرت يعني منقله معك وفيك تدال بدلات وجهخ ومزبط أمورك وتدفع مساري يعني بتمشي الأمور بالإعلام بينما يمكن بالفن صعب شوية أكتر تمشي الأمور بردك عطول تضل ضابط الإقراع بالفن غير غير موضوع ولكن فيك تكون يعني عم نشوف الأعلاميين طبعا مرتبين ومزبطين لا لأنه كمان كل شغل بتعطيه بتعطيك في الدنيا أخده وعطى اه طبعا الدنيا دايما أخده وعطى أي أساس إذا فيه ما رح تعمل حفلة أو مهرجين أو هل أنت قائي مثل أنك انت قائي بالفن يعني داي أنت مزاجك أنت اللي بتفرضه من خلال الأغنيات وهذا حكينا فيه أكتر من مرة يعني ولا مرة بتروح شو بده السوق أولا مرة بتقدم شو عبيله يقدم السوق أو شو فيه دارج أو أي لحنة أو أي كلمة أو أي موضوع بتقدم أنت اللي عبيلك تقدمه فيه ملو وبدك تشارك بمهرجينيات أو حفلات كمان على مزاجك أو أنه هيدا عرض علي أنت استغله واطلع قدام الناس لا ما بيهمني هيدا الموضوع فيك تطلع قدام الناس أنت وأصدقائك بتعمل حفلة ببيتك وبتطلع وبتتسلى وهو هيدا الهدف نكون كلنا مبسوطين ولكن اليوم تجي حفلة لا باكرامد حلو لا أر داركشن حلو لا تنظيم لا تنسي كيف ما كان يكون هيدا بتعمل لي باد امج لقلي هالصورة اللي عم ببنية بشكل حلو أنا ليش بدي اطلعوا بهذه الحالة كرمي الحفن من الدولارات شو بدي فيهم ويمكن ما يكونوا دولارات كمان مهمة مهمة كتير هالإيام طبعا بس أنه يمكن اليوم في نجوم مش عم تاخد مبالغ يعني خلينا نكون واقعيين يعني كيف حال واحد مبلش جديد وكذا بل نصيروا يقولوا السعر هيك لا هيك لا أو بلايش فأنا ماني مضطر لها ما بدي فوت بكل هالمعمع اليوم أنا إذا ضربت هالأغنية أو أي أغنية بطرحها وجابت لي ريت أنا مستعد أكيد فوت بمهرجان يليق فيي ويليق بالناس اللي موجودين شي طبيعي طب بحس أنه عم تغني لأنك بتحب عم تعمل هالشاري لأنك بتحب عم تعمل هالشاري لأنك بتحب شرحي قدم لي حالك شرح لي حالك مين هو جوج بعبدو ولي بدي أقدم حالي أنا بالإطار اللي بناسبني لقلي ما دام بدي أفكر بالناس أول شي هيدي بتنطلق من بيته للواحد إذا كان شبعان ووجوعان يعني كل إنسان هو بيحدد شو بده الحمد لله أنا كل شغلي بعملها مبسوط فيها لأنه بحس حالي ماني بحاجة اليوم إذا مانك بحاجة تركض كتير الراكب بتصير تعمل القصص اللي بتحبه وهذا اللي عم بيصير معي وهيدا شي كتير منيح صح أكيد أنه أنت عارف شو بدك مش أنه مش عارف شو بدك أنه ما بدي إدعى ستعسيت ناقصة وما بدي الأمور تأخذني بمطارح أنا ما بدي يروح فيها ما عليها عمال كنترول على حالك تثبت الأمور مثل ما بدي ليش بتفرض ستيل بالسوق ليش بدك تمشي مثل ما كنت عم تقول أنت حسب والله دارة بتغني مع فلان كلهم بيعملوا هيك تصميم بالمئة منهم بيعملوا هيك ما ضروري ما أنا بلحق النغم اللي أنا بحبها أنا بحب الأسس الأولديز والأسس هيك المرتب شوي هلأ أمورها الأولديز على مودرن على نيو أولديز ولكن مثلا بحب الكلمة اللبنانية كتير يعني ليش ما بنرجع عم نحية وكلام لبناني هيك خفيف مهدوم الغنية مهدومة لازم تكون هلأ هدا ستيل كأنه عبدو منزر ستيل الأمير الصغير إذا بدأ ستيل عزار حبيب على شوي يعني هدا هو اللي بدك تعتمده يعني هدا هو الاعتماد بعض أمور أو طلوع وعم تحكي بشغف عن هاللون أنا بحب الكلاسيك أنا شخص بحياتي أنه أكيد سبورشيك وهذا بس كلاسيك تلعنا بأمورها تلعنا من الكلاسيك تلعنا من الكلاسيك لأنه كمان لازم تتلع أنه مش معناها كلاسيك ما بحب الحياة كلاسيك أو برأس براك دانس يعني شو دخلي يعني أنا بحب الموسيقى على جميع أنواعها وكنت أعمل هارد روك وروك وغيره يعني أنا بحب الموسيقى وبموت بالجيتار الكتريك والدرامز والغربي وهول كلهم ففينا لقدين الأغانية هتكون كلاسيكية وحتكون رائسة وحتكون حلوة بس أنه بتحافظ على نمات معين فيها نكهة معينة بتفكر بتجديد شي تلعنا غير أمورها لا غير حدا ولا بتقول خلاص غنية واحدة جربتها أنا كتير مبسوط بهذه التجربة أول شي وتجربة كتير عظيمة وفتحت لمجالة كبيرة وطبعا لأنك بس تشتغل مع أشخاص مهمين بتصير بتعلي من اللافل طبعك بالنتاجة وهذا شي طبيعي يعني ما فينا ننكر هيدا الشي أول شي الماسترو عبد المنزر هو أخ وصديق وفعلا رأسي على رأسه صارت يومياتنا سوا شو عامل يلا نروح الجبل كذا يعني منساعد بعضنا بأمور غير الفن شوف أداية يعني بني لك توفيق يعني على كل الأحوال حبيب قلبي لقلك دوام العطاء والصحة شكرا وشكرا على هالحوار الجيد جدا يعني شهدتي مجروحة جرج بعبدو بتنورنا مثل دايما بصوت لبنان وهيك بنكون وصلنا لختم انترفيو لليوم لكل اللي تبعونا شكري كبير حتى نستئمن جديد من دولة خيارة اشتركوا في القناة شكرا شكرا